موسيقى تعتبر المدرسة الأميرية بالأحسان من أوائل المدارس الحكومية في المملكة بدأ التعليم فيها عام 1356 وافتحت بشكل رسمي عام 1360 بتوجيه من الملك المؤسس رحمه الله وبرعاية أمير الأحسان آنذاك الأمير سعود بن جلوي وبعد ثلاثة أعوام تم تخريج سبعون طالبا يمثلون الدفعة الأولى من خريجيها من أبرز الشخصيات التي ارتحقت بالمدرسة الأمير خالد الفيصل والوزيرين غازي القصيب رحمه الله وعلي النعيمي وقبير سبعة أعوام حولت المدرسة إلى بيت للثقافة لتصبح متحفا شاهدا على عقود من التعليم اشتركوا في القناة